موسيقى على الرغم من وجود ميزانية دفاعية ضخمة تزيد عن عشرة مليارات دولار إلى أن أسطول الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية العراقية يعتبر إلى حد كبير الأضعف بالنسبة لدولة ذات نفقات عسكرية بهذا الحجم فهو يعتبر الأقل قدرة في منطقة شرق العوسط بأكملها ويتكون الأسطول الحالي من فئتين من الطائرات المقاتلة والتي تتضمن 34 طائرة خفيفة من طراز F-16 IQ Fighting Falcon ذات المحرك الواحد بالإضافة لـ 24 طائرة خفيفة للغاية من طراز T-50 وطائرة T-50 هي طائرة كورية جنوبية يمكنها القيام ببعض العمليات القتالية وعلى الرغم أنها مصممة لتكون طائرة بتكاليف منخفضة إلى أنها أثبتت فعاليتها في أدوار الهجوم الأرضي ضد القوات المسلحة أما طائرة F-16 IQ يقول الخبراء الأمريكيون أنها من أقل نسخ طائرات F-16 قدرة المستخدمة منذ إنتاج الطائرة في السبعينيات من القرن الماضي وربما النسخة الأفضل قليلا منها وتشاركها في ضعف الأداء هي النسخة المصرية F-16A وتخدم هذه النسخة الأقل قدرة في الجيش المصري وسلاح الجو الفنزولي الذي لم يتمكن من تلقي تحديثات من الولايات المتحدة بسبب العلاقات السياسية المتوترة أما عن أسطول F-16 IQ فقد تم تسليمه للعراق بين عامي 2014 و2017 ويعتقد أن الضغط السياسي الأمريكي على الحكومة العراقية هو ما سبب في شراء هذه الطائرات رغم قدراتها المتأخرة نوعا ما وقد تم تطوير F-16 IQ كموديل أقل كفاءة من طائرة F-16C وقد تم تطوير هذا الموديل خصيصا لاستخدام القوات الجوية العراقية وتعتبر أقل المقاتلات قدرة في جيل الرابع والمتواجدة في شرق الأوسط اليوم ويعتبر هذا الموديل هو الموديل الوحيد الغير مجهز بصواريخ الجوجو من طراز بعيد المدى EIM-120 وتعتمد بدلا من ذلك على صواريخ حقبة الحرب الباردة EIM-7 Sparrow للاشتباكات متوسطة المدى وصواريخ EIM-9 LM للقتال القريب المدى ويعتقد أن قرار حصر طائرات بمثل هذه القدرات من الصواريخ قد تعثر بالمخاوف الإسرائيلية المتعلقة بنشر أي طائرات ذات قدرات حربية جوية من قبل أي دولة في الشرق الأوسط وبالتالي فالعراق لم يتم تزويدها سوى بالحد الأدنى من القوة الكافية للاشتباك مع هدف أرضية وتفتقر صواريخ EIM-7 الموجودة على الطائرات العراقية لتوجيه الناشط من قبل رادارة أو أي أجراءات مضادة للحرب الإلكترونية الطويلة المدى مقارنة بالطائرات الإسرائيلية الف-16I والمقاتلات السعودية الف-15SA مما يعني أن أسطول طائرات الف-16IQ ليس له فائدة تذكر في أدوار الدفاع الجوية علاوة على ذلك تفتقر صواريخ الـ AIM-9LM لأي استهداف في غير مجال الرؤية كما أنها أقل قدرة من صواريخ الـ AIM-9X والصواريخ الروسية الـ R-73 والتي تستخدمها دولتي سوريا وإيران المجاورتين وهذا يعني أنه حتى في الاشتباكات القريبة جدا فسيكون لطائرات الف-16IQ فرصة ضئيلة لتهديد مقاتلات الخصومة كما تعادل الإلكترونية الطيران وأنظمة الحرب الإلكترونية التي تمتلكها أقل قدرة بكثير من طائرات الف-16 التقليدية وقد تضعفت المشاكل المتعلقة بطائرات الف-16IQ حيث عانت الطائرة من ارتفاع معدل حوادث الاستضامة وسوء صيانة وعلى الرغم من أن هذه المشاكل تعزل حد كبير للجيش العراقي نفسه إلى أن متطلبات صيانة طائرات الف-16IQ أكثر بكثير من متطلبات صيانة T-50L كورية وهو ما قد يجعل المشاكل المرتبطة بها أكثر خطورة فقد أجبر النقص في قطع الغيار التفكيك الطائرات للحفاظ على جزء بسيط من الأسطول قيد تشغيل ومع انخفاض معدلات إمكانية الطائران للطائرة بشكل كبير منذ آخر مرة تم تسليم الطائرة فيها في عام 2017 فيعتقد أن المشكلات المتعلقة بمعدلات توفر طائرة وجاهزيتها هي السبب الرئيسي في إزالة هذه الطائرات المقاتلة من ترتيبات معارك العراق في عام 2020 واعتبار تيفتي المقاتلة الوحيدة في البلاد وتراوحت القضايا الأخرى المرتبطة بطائرة من فساد إلى افتقار للتخطيط المسبق والذي أعق الحصول على قطع الغيار في الموعد المطلوب فضلا عن مشكلات التدريب ونقص الطواقم المدربة جيدا وفي النهاية أعرب المسؤولون العراقيون عن استعدادهم للاستثمار في قدرات حربية جوية أعلى بكثير بما في ذلك الطائرات المقاتلة الروسية من جيل الخامس سوخوي 57 وأنظمة دفاع الجوية الـ S-400 ولكن بحسب خبراء فإن سلاح الجوي سيكون ضروريا للاستفادة الكاملة من هذه الأنظمة الحديثة فمثلا طائرة الهجوم الأرضي الروسية سيخوي 25 القديمة جدا ومقاتلات تيفيفت لديها سجلة أداء ومعدلة استعداد قتالية أفضل بكثير من طائرات الـ F-16 ومع ذلك فالمشكلة المتعلقة بهذه الطائرة يمكن أن ترجع للعلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة وسوي أداء المنظومة العسكرية التصنيعية والإدامة في العراق في ضعفها بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وقد نصح الروس سلاح الجو العراقي من الممكن أنه سيكون أفضل حانا إذا تم الانتقال للاعتماد على الطائرات الروسية فمما لا شك فيه أن الطائرات الروسية لا تحتاج إلى الصيانة الدورية لمعداتها الأقل تعقيدا إضافة إلى التكنولوجيا الغير متطورة مقارنة بالسلاح الأمريكية وطائرة السيخويت ونفايفة السوفيتية أو كما تعرف بين حلف الناتو بل فروغفوتا فأي طائرة منفردة المقاعد مزدوجة المحركات نفاثة تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي من قبل شركة تصنيع طائرات الشهيرة السخوية ويعود تطوير هذه الطائرة إلى عام 1968 حيث قررت وزارة الدفاع السوفيتية تطوير طائرة هجومية مخصصة لغرض توفير دعم جوي قريب للقوات السوفيتية البرية فقد جاءت فكرة تطوير هذه الطائرة بعدما أترك السوفيتيون أن المقاتلات أو القادفات التي تخدم في سلاح الجو أو التي كانت قيدة تطوير آنذاك بما في ذلك السيخوي 7 وسيخوي 17 والميك 21 والميك 23 لم تلبي متطلبات الجيش لطائرة دعم جوي قريب حيث افتقلت هذه المقاتلات إلى التدريع اللازم لحماية طيار والمعدات الحيوية من النيران القادمة من الأرض أو ضربات صواريخ كما أن سرعة طيرانها العالية جعلت من الصعب على الطيار أن يحافظ على اتصال بصري مع الهدف عدد أفراد طاقم السيخوي 25 شخص واحد طول الطائرة 15.53 متر طول الجناح 14.36 متر ارتفاع الطائرة 4.8 متر وزن الطائرة فارغة 9800 كيلوغرام الوزن الإجمالي 14.440 كيلوغرام الوزن الأقصى للطائرة عند الإقلاع 19.300 كيلوغرام المحرك المستخدم زوج من المحركات النفاثة من طراز سيخوي تومونسكي R-195 السرعة القصوى 975 كيلو متر في الساعة المدى 1000 كيلو متر المدى القتالي 750 كيلو متر فوق مستوى البحر وطائرة محملة بـ 4400 كيلوغرام من الذخائر وخزانين إضافيين من الوقود الخارجية سقف الارتفاع 7000 متر معدل الصعود 58 مترا في الثانية ترجمة نانسي قنقر